اليوم رح نعمل السمكة المشوية بالحشوة ورح نقدم معها السلطة الغزاوية بالطحنية شي يا جماعة فوق الخيال عن جد طعم جدا خرافي فيا نشوف الطريقة للحشوة رح نحتاج حبة طماطم مفرومة كزبرة وشبت بصلة مفرومة عصير ليمونة ثلاثة فصو ستوم زيت فلفل أخضر حار ملح كمون والابهرات رح أكتب المقادير أسفل الفيديو بدعك الحشوة كتير منيح وهيك صارت جاهزة رشة ملح وكمون وكركم رح أمسح فيها سمكة من برة أزنت السمكة بالسكينة من جهة الظهر ورح أحشيها بالحشوة اللي حضرناها بخليها منقوعة بالتتبيلة من ساعة على ساعتين بعدين على الفرن على حرارة متين من الأسفل من 15 ل 20 دقيقة بعدين بشيل الأصدير وبحمرها من الأعلى لتحضير السلطة الغزاوية رح نحتاج بذور الشبت مع ملحه رح أطحنهم إذا ما توفر بذور الشبت ممكن تستغنوا عنه فلفل أخضر حار مع البصل ورح أطحنهم حبتين طماطم عصير ليمونة معلقتين لثلاث معالي طحنية وآخر شي زيت زيتون وبزينها بالشبت والكسبرة وهيك صارت جاهزة بتتقدم مع الرس الأصفر أو تغميس بالخبز جدا لذيذة لازم تجربوها صحتين وألف عافية ترجمة نانسي قنقر